هذه أبرز العناوين تنقيط جد ضعيف للنجم المغربي نيف أكرد بعد خسارة نادي ويسهام بسوداسيا أمام أرسنال الاتحاد الأردنية يخرج بقرار نهائي ومفاجئ عن مستقبل المدرب المغربي حسين عموتا مع منتخب الناشمي بعد خسارة لقب كأس آسيا أمام قطار رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم يتسلم علم كأس أمم إفريقيا 2025 الذي سينضم في المغرب الوافدون الجدد يقودون الويداد الرياضي لانتصار على شباب المحمدية بخماسية وتقليص الفارق مع المتصدرين شارك الدولي المغربي نيف أكرد أساسيا في المباراة التي أنقذ فيها لخسارة كبيرة مع نادي ويسهام يونيتشد بستة أهداف دون رد أمام أرسنال لحساب الجولة الرابعة والعشرون من الدور الإجليز الممتاز وحصل أكرد على تقييم ضعيف جدا وفق موقع هوسكور وعلى غير رجل زملائه في الفارق إذ بلغ النقطة 5.2 من 10 بعد استقبال هاميرز لستة أهداف دون التمكن من تقنيس الفارق وتعد المباراة من بين الأسوء نيف أكرد وفريقه بصفة عامة جراء الخسارة الفادحة والمستوى الضعيف الذي ظهر به نادي ويسهام يونيتشد ويذكر أن أرسنال أنهى الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف دون رد قبل أن يضيف الثنائية في الشوط الثاني عبر بوكايا سكاي وديكلان رئيس نفى الاتحاد الأردني لكرة القدم أي غموض حول مستقبل المدرب المغربية حسين عموت مع منتخب الناشمية وأكد استمراره مع الفريق بعد الهزيمة في نهائي كأس أسيا ضد قطر وأوضح مروان جمعة نائب رئيس الاتحاد الأردني في تصريح لقناة المملكة أنه نريك عقدا واضحا مع عموتا وأن العمل سيتواصل معا لإكمال مسارها وأشار الجمعة إلى أن العموتا لعب دورا مهما في مسيرة المنتخبة الأردنية مؤكدا على وجود مواهب عظيمة في الفريق قدمت أداء رائعة خلال البطولة وأضاف أن المنتخب الأردني متكامل ويرعب كرة القدم الحديثة وأن الاتحاد الأردني سينبني على هذا الإنجاز ويسعى للمضيق ضمن وأكد الجمعة على أن المنتخب الأردني كسب احترام الجميع ولديه القدرة على المنافسة في جميع البطولات وأنه يصحق الدعم بعد إعادة جميع الأردنيين ويذكر أن المنتخب الناشمي خسر النهائي كاسي أمم آسيا أمام المنتخب القطري المستضيف البطولة بتلاشة أهداف لواحد في المباراة أقيمته مساء السبت الماضي حيث تحصل المنتخب القطري على ثلاث ضربات جزاء أسكنها في شباء منتخب الناشمي فيما تحصل منتخب الأردن على هدف واحد لتعديل النتيجة قبل أن يضيف قطار هدفين اتنين تسلم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاع من رئيس جمهورية تاركو ديفوارا حسن واتارا مساء أمس الأحد عالم كأس أمم إفريقيا التي ستنظم نسختها 2025 السنة المقبلة بالمملكة المغربية وجرت عملية تسليم على ملكان إلى الفوز القجاع عقب النهائي كأس أمم إفريقيا الكورد ديفوارا 2023 والذي أقيمت على ملعب الحسن واتارا الأولمبي بمدينة إمبينبي شمال أبيد جانا بحضور رئيس الكونفيدرالي الإفريقية لكرة القدم الكعفة باتريس موتيسبي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني أنفانتينو وكان رئيس الكعفة باتريس موتيسبي قد أكد يوم الجمعة الماضي أن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي سوف تقام سنة 2025 بالمغرب ستكون متميزة وستستحق دون أدنى شك نجازا كبيرا وتوج منتخب الكورد ديفوارا بكأس أمم إفريقيا 2023 عقب فوزي على نظيره النيجيري في المباراة النهائية بنتيجة هدفين لواحد ويعد هذا التتويج التالت من نوعه لمتخب الفيلة بعد حصده اللقاب القاري سنتي 1992 و2015 تغلب نادي الويداد الريادي بخمسة أهداف مقابل إثنين على نظيره شباب المحمدية في المباراة التي جرت يوم الأحد على أرضية الملعب البشيرة بالمحمدية لحساب الجولة السابع عشر من البطولة الاحترافية وسريعا ما نجح الويداد في افتتاح التشجيل عن طريق الوافد الجديد الموريطاني سيدي بوفان عمر في الحدود الدقيقة التامنة من رأسي أسكنها مرمى بربحة ومقابل غياب ردت في الشباب المحمدية تمكن الويداد من إضافة الهدف التاني عن طريق الوافد الجديد الآخر وتمكن الشباب المحمدية من تشجيل هدفه الوحيد في المباراة عند حدود الدقيقة التاسعة والخمسون قبل أن يعود الويداد ويتمكن من إضافة الهدف التالي عبر ويدينغو في حدود الدقيقة الواحدة والستون وسيطر الويداد في باقي دقيقة المجرية المقابلة اكتفى الشباب المحمدية بالمرتدات إلى حين أضاف بوفان عمر الهدف الرابع من الرئيسية بعد التألقه وتقديم عارض قوية قبل أن يحتل الويداد على ركل الجزاء نفدها اللعب أيوب العملهود في حدود الدقيقة الخامسة والثمانون ليقلس جباب المحمدية النتيجة بهدف تاني في حدود الدقيقة الوقت البدل الطائع عبر صفصافي وبالانتصار المحقق يرتق الويداد إلى المركز الرابع بثمانية وعشر نقطة بفارق النقطة عن صاحب المركز التالي نهضة شبركان وتسع نقاط عن متصدرين الجيش الملكية والرجاء الرياضية ترجمة نانسي قنقر